طيب يا غالب اربط حزام الأمان اربط جميع تعرف العبارة اللي اكتبت كابرسن بسم الله عليك اوكا امشي صاد اللي انت وسمعت في المقطع اه على بالي في المقاطع كده من جد بابر بابر عادي اخي مو عالجبري يا الله ما اقدر ما اعرف خلاص كدة انت طلعت قبل ما يصير شيء كده انا لم يصير شيء خلاص قلت لي الحمد لله ما في احدنا اوكي قدينا وقت يوني اني تبتجيب لا 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 ما عليك ما عليك يوني اني تبتجيب سيارة انا ليش دست اول ثاني بطيء لان الواحد هذه برضه معلومة للمشاهدين المحترمين عشان قد شفت التعليقات هالي شف هذا اول هذا الثاني اقدر عشق بسرعة اسرع من كذا لكن اول شيء الجير عادي والجير هذا من الوكالة جاء على 400 حصان السيارة احسنتها تقريبا 700 على الكفر ان شاء الله انا ما نزلت اداهنه بس هذا المتوقع الكفر على الاول ومدعست 40 يعني موقع ما كان ماسك فاهم كان يفحط فما ودي اشبك ثاني على تفحيطه وفجأة لما اشبك ثاني بسرعة طاق يكفش الكفر هذه اكبر مصيبة انا اخاف منها لمن السلكات فاهم اول ثانية بها رائقة تكفش صح على الرائق الكلتش ما ينعدم نفس العمود وكالة كل شيء في السيارة اخوان وكالة ما عدا المكينة طبعا انا اش اقلك اعطيني فلوس اجيب لك محترم 1000 حصان اجيب لك عامود 1000 حصان اجيب لك اكسلات 1000 حصان بس اركله بفلوس فانا بس معد المكينة كذا كل شيء وكالة من هنا درايف ترين كامل وكالة ما انا بنعشي اول ثاني طاع بقوة وثاني يعني حرام انا ما ادري كم التحمل حقه بس كلام الناس كلام جوجل على جانب اللي مجربين في ناس قايلين 800 على الكفر طبعا رقم جبار يعني هذا القرم صامم على 400 حصان على الكفر شكرا انه جاي ب800 وكالة بدون ما تلمس شيء في ناس يقولوا 1000 طبعا 1000 ذالي ما اصدقهم لانه مصيرك راح يصير شيء بحاجة يعني ممكن تمشي مع ناس انه رولنغ ثالث قرث نمرة ثالثة تكون السيارة مرتاحة اكثر قنام ثاني لكن انا اقولك ما هي مخاطرة الراجل يعني يشيك حسابه عنده تيك تاك قلتلي ايه تيك تاك ما هي موجودة من زمان مثوثي اكثر فاحياكم يا اخوان نتشرف فيكم جميعا هذا هو حسابي اكسد احماص اعطيكم العافية السلام عليكم اشتركوا في القناة